السلام عليكم و احمد الله و بركاته و اهلا بكم في درس جديد فكاراتنا على اليوتيوب و صفحتنا على الفيسبوك طرق الفعل الخير لتعليم الكمبيوتر ان شاء الله هنشرح في الفيديو ده حل مشكلة رسالة ديسك ايرور في جهاز الكمبيوتر او اللابتوب طبعا المشكلة دي وجهتني فكان حلها بسيط جدا وسهل انا اقول ريكم زهرتلي ازاي على الابتوب وانا حلتها ازاي ونفس الترية دي ممكن تستخدمها في جهاز الكمبيوتر انا اجد اشغل جهاز الكمبيوتر لقيت مكتوب لديسك ايرور في اللابتوب فاكتشفت ان انا حطت فلاشة عشان كده الجهاز مرضى ستشتغل فانا اشلت الفلاشة وبعد كده هعمل رستارت لي اللابتوب بتاعي او هدوس على زرار باور افصله وبعد كده اشغل جهاز اللابتوب بتاني اهو فصلته وبعد كده هشغله بعد ما اشغلته لقيت الرسالة اختفت تماما واللابتوب اشتغل كويس جدا والرسالة اختفت لو انت جات لك الرسالة دي في جهاز الكمبيوتر او اللابتوب اتاكد ان مش محطوطها فلاشة في جهاز الكمبيوتر او اللابتوب في منفز اليو اس بي او مش محطوط هارد خارجي عشان ممكن يكون هو ده المشكلة اللي بدك كلمة ايرور طيب هتقول لي انا لو شلت الفلاشة او الهارد خارجي اللي انا حطيته وبرضو نفس المشكلة او مفيش فلاشة حاطيت او هارد خارجي والرسالة دي بتجيلي اكد من الكابلات اللي متوصلة في الهارد ديسك في جهازك انها متوصلة بشكل جيد او الكابل شغال ده بالنسبة لكمبيوتر بالنسبة اللابتوب اتاكد ان الهارد متركب كويس فيه وبيش معزوز او مخلوع منه نفس الكلام ده برضو لجهاز الكمبيوتر وتتأكد من الكابل الخاص باللابتوب او الكمبيوتر او متأكد من الهارد ديسك متركب بطريقة جيدة ويمتوصل كويس فيه جهاز الكمبيوتر او اللابتوب عشان تحل المشكلة ديسك ايرور كده قدامك حلين لو فيه فلاشة او هارد خارجي متوصل باليو اس بي تشيلو تاني حل اتاكد من ان الهارد ديسك متوصل جيدا بجهاز اللابتوب لو المشكلة الاولى ما نجحتش وان شاء الله ده يكون الحل بتاع المشكلة دي تمنى تكون استفدتوا في الدرس ده لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه عشان تشوف فيديوهاتنا جاي اول باول ولو عندك اي استفسار اكتب لنا تعليق في اسفل الفيديو او رسالنا على صفحاتنا على الفيس بوك ترول في الخير لتعليم الكمبيوتر والسلام ورحمة الله وبركاته